بعد فرحة النجاح بإحراز الشهادة يدخل الطلبة الناجحون في البكالوريا دوامة اختيار التخصصات التي سيدرسونها في الجامعة فتختلف لديهم معايير الرغبات دعاء حصدت شهادة البكالوريا بمعدل فاق السبعة عشر من عشرين فاختارت تخصصا يلبي طموحها بكل حرية دون أي ضغط من العائلة حبوش هيكا يدوني بالتخصص لأنهم على بلهم أن التخصص اللي راح نتحط فيه بإذن الله راح نوصل فيه للمركز اللي نشرفهم فيه كل التلاميذ عند اختيار التخصص يبحثون إذا كان هذا التخصص فيه مناصب شغل متوفرة في المستقبل فيما يخص تح التخصص خليتها وحدها دير وش تحب خليتها حرية تامة هي على بلها وش كاين مش مكاش وإذا تسخصت الأساتي داتها ووجهوها وش راهي حبها ديجا وش راهي حبها ووجهوها لها هي وش حبيت نقول لك هي التخصص هي اللي على بلها ومثلت بنتك تقرها ووراها حبها توصل للحاجة وم بعد انتهاية تقيقة الظخرة تحبسها وتقول لها ما تديريش هذه الحاجة تفشل طفلها تفشل وتكرها ما تقدرش تقرها ما تقدرش بعض الطلبة يرضخون لرغبة الوالدين والذين غالبا ما يربطان اختيار التخصص بتوفر مناصب الشغل المضمونة بعد التخرج اخترت التخصص بناء على الرغبتي ثم الرغبة على الوالدتي لمعرفته على هذا التخصص لأنه يجب علينا أن نأخذ العبار من التجارة بتاع الغيرتانا وندو الإيجابيات منهم هي شيء جامل تحقق حلم والدك اللي تعبوا عليك وهما اللي كانوا سبا بش توصل لهذه المرتبة اللي كنت عليك مختصون يرون أن ملف توجيه الطلبة يجب أن يكون وفق مرافقة قبلية على مستوى المرحلة الثانوية باكتشاف الميولات وتوجيهها وفق الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية حتى يتم تحقيق التوازن الاقتصادي بين مخرجات الجامعة وسوق الشغل على الطالب الجزائري أن يتلقى مرافقة تبدأ من الثانوية وهنا نتكلم عن المستشاري التوجيه على مستوى وزارة التربية على الرغم من أهمية مرحلة اختيار التخصص لدى طلبة البكالوريا إلا أنها لا تحظى بالقدر الكافي من الاهتمام وهو ما يؤكد مختصون أنه من بين أهم أسباب حالة الرصوب داخل المرحلة الجامعية والاختلال الواقع بين مخرجات الجامعة واحتياجات الحياة الاقتصادية